العنوان التاسع ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التعريخ المحرف إنهم بهذه السياسة بهذه الخطة وهم يعلنون التقريب بين المذاهب أتحدث عن الطوسيين حينما يطرحون هذه الثقافة فإنهم بشكل تلقائي من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون يقومون بتحريف التعريخ المحرف التعريخ هو محرف أساساً فيأتي هؤلاء كي يحرفوا التعريخ المحرف كي يكون عندنا تحريف من بعد تحريف إذن هذا هو العنوان التاسع ثقافة التقريب بين المذاهب وتحريف التعريخ المحرف إنهم يجاملون إلى حد الإنبطاح ومن دون مبرر الطرف الثاني الطرف السني لا يطالبهم بهذا الذي يفعلونه ويقومون به وبالمناسبة أيضاً فإن الطرف السني لا يعبأ به هذا الذي يقوم به الطوسيون في مسألة التقريب بين المذاهب السنة ليسوا مهتمين بهذا الموضوع أساساً وعامة الشيعة لا علاقة لهم بالموضوع إنهم الطوسيون إنهم الحوزويون إنهم المرجعيون إنها الأحزاب الشيعية القطبية النجسة إنهم السياسيون الكذابون أتحدث عن السياسيين الإسلاميين المتدينين الشيعة أكذب السياسيين بالعالم هؤلاء لا شأن لي بأحوالهم وما هم عليه من الضلال والنفاق والمتاهة الواضحة التي هي أضعاف متاهة بني إسرائيل مثلما حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن ذلك هناك مجاملة إلى حد الإنبطاح وهناك ديوثية عقائدية أنا لا أتحدث عن الديوثية التي تعرف في المجتمعات فيما يرتبط بعلاقة الزوج وزوجته وما يقوم به من المفاسد من عرض زوجته في سوق النخاسة الجنسية إنني أتحدث عن ديوثية عقائدية هذه الديوثية العقائدية جانب منها معرفي طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وجانب منها أخلاقي حينما يعرض رجال الدين الصغار يعرضون دينهم وذمتهم وضمائرهم للبيع في سوق حوزة النجف وكربلاء وهذا ما هو بأمر جديد منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة والأمر يجري على هذا المنوال المجاملة إلى حد الإنبطاح والديوثية العقائدية التي تتجاوز السفاهة السفاهة والصفاقة والقرف والقرف لن أبقى أحدثكم بمثل هذا الحديث وإنما سأضع أيديكم على حقائق محسوسة مجموعة مجموعة الكتب هذه التي أضع يدي عليها هذه المجموعة من الكتب إنها أجزاء من كتاب بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة ومر علينا الحديث عن بحار الأنوار وأهميته ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدمة في الحلقات الماضية هذه هي الأجزاء الستة التي حرم المرجع البروجردي على صاحب المكتبة الإسلامية في طهران حرم عليه أن يطبعها لأنه كان بصدد طبع بحار الأنوار بالطريقة الحروفية الحديثة أنني أتحدث عن فترة الخمسينات من القرن العشرين الماضي حيث كان المرجع في ذلك الوقت هو إحسين البروجردي في مدينة قم فلما بدأت المكتبة الإسلامية وصاحبها معروف في تلك الأيام محمد الآخند لما بدأت تلك المؤسسة بطباعة كتاب بحار الأنوار إحسين البروجردي أصدر فتوى بتحريم طباعة هذه الأجزاء ماذا يوجد في هذه الأجزاء حتى حرمها إحسين البروجردي الأجزاء تبدأ من الجزء الثامن والعشرين وتنتهي بالجزء الثالث والثلاثين إجمالا سأحدثكم عن مضمون هذه الأجزاء الجزء الثامن والعشرون مع أخيه التاسع والعشرون إنها أجزاء بحار الأنوار للمجلس هذان الجزء الثامن والعشرون والتاسع والعشرون تأريخ تفصيلي لمجريات الأحداث التي حدثت بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وما جرى على العترة الطاهرة ما جرى على أمير المؤمنين ما جرى على الصديقة الكبرى فاطمة إنها الأحداث التي توالت وتلت استشهاد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هذا ما يرتبط بالجزئين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين أما الجزئان الثلاثون والحادي والثلاثون هذان الجزئان يغطيان الفترة من خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر إلى خلافة عثمان وهذان الجزئان يتكفلان ببيان مثالب ومطاعن هؤلاء الذين عشرت إليه الكلام الموجود هنا ما هو بافتراءات الكلام المذكور هنا موجود في كتب المخالفين أيضا قد يكون بصورة جزئية في بعض المصادر وقد يكون بصورة مخففة إلى الحد الذي تتحول إلى شبح الجزئان الباقيان الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون إنها وقائع بيعة المسلمين لأمير المؤمنين وما جرى بعد ذلك ما جرى مع الناكثين مع عائشة والذين كانوا معها في واقعة الجمل ومن الجمل إلى صفين ومن صفين إلى النهروان إلى الخوارج وماذا جاء بعد القضاء على الخوارج هذه هي الأجزاء الستة تشتمل على أحاديث رسول الله وأحاديث الأئمة وما نقل من الوقائع في كتب المخالفين فضلاً عن كتب شيعة العترة الطاهرة كل هذا كل هذا بإجماله كل هذا الكلام بإجماله له من التفصيل الواضح والمهم جداً في تشخيص الحق من الباطل بالنسبة لأمة النبي التي عاشت أيام زمانه صلى الله عليه وآله هذه الكتب صدرت الفتوى بخصوصها أن لا تطبع حرم البروجردي طباعتها ذهبت إلى إيران سنة 1980 ميلادي ومن بدايات ورود إلى إيران كنت أبحث عن كتاب البحار واشتريت كتاب البحار لكن هذه الأجزاء ليست موجودة وحينما سألت عن هذه الأجزاء أجابني من أن الأجزاء ما طبعت لماذا لم تطبع هذه الأجزاء لأن البروجردي قد حرم طباعتها البروجردي مات وشبع موتاً أنا أحدثكم في سنة 1980 وقد اشتريت كتاب البحار من مكتبة علي الآخند وعلي الآخند هذا هو شقيق محمد محمد الآخند الذي يمتلك المكتبة الإسلامية في طهران والذي طبع كتاب البحار فاشتريت كتاب البحار من علي الآخند من مكتبته في منطقة صفائية في مدينة قم وكانت نسخة البحار ناقصة فسألته كيف أستطيع أن أكمل نقص البحار قال ابحث عن الطبعة الحجرية القديمة لهذه الأجزاء وبحثت فما وجدت قطعا في المكتبات العامة كمكتبة المرعش مثلا توجد طبعة حروفية لكتاب البحار بمجلدات كبيرة إنها الطبعة المعروفة بطبعة الكمباني ولكنها مشحونة بالكثير والكثير من الأخطاء ولا توجد نسخ منها للبيع في سوق الكتب وتوجد كذلك النسخة الحجرية الكاملة للبحار في هذه المكتبات العامة لكنني أسأل عن تكميل هذا النقص من خلال الكتب المتوفرة في سوق الكتب حيث تباع وتشترى سمعت بعد ذلك من أن أحد التجار الإيرانيين في طهران قد طبع الجزء الثامن قد طبع المجلد الثامن الذي يشتمل على هذه الأجزاء لكنه طبع النسخة الحجرية فسألت عنها فما عثرت عليها بسهولة وجدتها في أحد المكتبات بعد أن أخذ مني ثمنا مضاعفا بينما التاجر الإيراني طبعها لأن تباع بسعر رمزي لأجل أن ينشر الحقائق التي كانت في هذا المجلد عنادا لما قام به البروجرتي دفعت ثمنا مضاعفا لعدة أضعاف لهذا الكتاب الكتاب الذي كان مجلدا بجلد أزرق إلى الآن أتذكر الأزرق الغامق الذي كان لونا لجلد المجلد الثامن من بحار الأنوار الذي يشتمل على هذه الأجزاء الستة والذي يعرف بمجلد المطاعن مطاعن أعداء العترة الطاهرة لم يكن هناك عنوان على غلاف الكتاب ولا حتى في داخل الكتاب وإنما هناك عنوان كتب بالطريقة القديمة بحسب الطبعة الحجرية في بداية الكتاب وكان مطبوعا على ورق الردي ولم تكن صورة ما طبع على ذلك الورق بالنحو الواضح فكنت أقرأ فيه من خلال العدسة من خلال العدسات لتكبير الكلمات وأنا أتساءل لماذا لماذا هذا لا يوجد شيء غريب في هذه الأجزاء تتذكرون حكاية الطبيب العراقي والدود إنها الدودة المرجعية لا يوجد جواب لهذا الذي أحدثكم عنه أتعلمون أن صاحب المكتبة أغلق باب المكتبة حينما أعطاني الكتاب وعدني قال لي تأتيني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني فجئته على الموعد فلما رآني بعد السلام أغلق الباب ثم أخرج الكتاب من مكان كان قد أخفاه فيه بين الكتب وطلب مني أن أضعه تحت عباءتي لأن يراه أحد لا أدري ما الذي كنت قد اشتريته إنني اشتريت كتابا من مكتبة تبيع الكتب وهذا الكتاب شيعي ومؤلفه عالم إيراني وأنا في إيران ومؤلفه قد مات سنة 1111 للهجرة وأنا أحدثكم عن سنة 1400 للهجرة قد مات قبل هذا التأريخ بقرون وما هو الذي في أوراق هذا الكتاب حديث العترة حديث العترة وتأريخ مظلومية أمير المؤمنين لا يوجد شيء فيه ليس موجودا في الكتب الأخرى المجلس جمع المعلومات من المصادر الشيعية والسنية وما هو وما هو بشيء جديد هذه المعلومات نحن نعرفها قد تكون هناك بعض التفاصيل ليست ليست معروفة في الثقافة الشيعية العام لكنني أتحدث عن الصور الإجمالية فإنها مشهورة في الثقافة الشيعية العام والسنيون لا يعرفون شيئا عن كتاب بحار الأنوار ولا يعرفون شيئا عن هذه الأجزاء وحتى لو عرفوا لا يعبؤون بما في الكتب الشيعية أصلا السنيون لا يقيمون لشيعة وزنا وخصوصا وأنا أحدثكم في سنة 1980 ميلادي لا يعبؤون بالشيعة ولا يجدون لهم قيمة ولا يزنون بأي وزن فلماذا هذه الديوثية العقائدية يا أيها البرجردي لماذا لماذا كان صاحب المكتبة خائفا كان خائفا من أتباعي منتظري منتظري الذي يقول عنه الخميني من أنه هو ومطهري ثمرة عمري وإن وإن كان الخميني بعد ذلك قد عزله عزل منتظري منتظري هذا غارق إلى أذنيه بل إلى أم رأسه غارق في القذارة الناصبية بعيدا بعيدا جدا أتباعه كانوا يراقبون سوق الكتب ولذا كان صاحب المكتبة خائفا فأغلق الباب حينما دخلت إلى مكتبته على الموعد وطلب مني أن أضع الكتاب تحت عباءتي صورة غريبة صورة غريبة وغريبة جدا هل السنيون يريدون من الشيعة هذا والله لا يريدون هذا منه هل المعلومات في هذه الكتب خطيرة والله ليس كذلك هي موجودة ومنتشرة في الكتب الشيعية والكتب السنية لأن الأجزاء هذه هي أجزاء جمعت فيها الأحاديث والأخبار والوقائع المجلس لم يأتي بشيء من عنده وإنما جمع المعلومات من الكتب المختلفة في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية وتوجد كتب في المكتبة الشيعية أقوى من هذه الأجزاء في موضوعها في الموضوع نفسه لكنها الدودة البروجردي كان بإمكانه أن يفعل هذا ففعل ولو كان بإمكانه أن يفعل أكثر من هذا لفعل وهذه الحالة هي هي تتكرر في الواقع الشيعي منذ بداية تأسيس الحوزة الطوسية اللعينة سنة 448 للهجرة والحال هو الحال وإلى هذه اللحظة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر